البنت او الست اللي في حياتك صاحبة العمر او صديقة العمر صاحبتي وحبيبتي اللي بتحبيني وبتموت فيها بسم الله الرحمن الرحيم لو كانت شخص غير جدير بالثقة يعني حضرتك بتروحي تقول لها سر لو انتو ثلاث بنات ها وامنتيها هي على السر تروح تقول لها او العكس تيجي تقول لك ده فلانة قريت لي بس ايه واحد تروح تقول لها لان هي مأمناني امانة ان انت ما تعرفيش هي خينة للامانة وزي ما كتخينة للامانة مع فلانة هتبقى خينة للامانة مع اللانة اللي هو حضرتك فحضرتك جي مش صاحبة عمر وغير جديرة بالثقة ادي واحد اتنين لو العلاقة ما بينكم ايه مع المفضحة تمام تيجي بقى تاخد هدومك تاخد منك فلوس طول النهار والليل وانتو خارجين تقول لك قصة انا معيش فلوس قصة انا ستر معفظة اتفعيلي معيش فكة للسايس رايحة مناسبة ومش عارفة اعمل ايه وتيجي تاخد لها تلات اربع خمس فساتين رغم ان هي مناسبة واحدة وتقول لك هاخترهم في البيت يرجع لك منهم فستانين وفستان تالت مقطوع وفيه اتنين من الخمسة مايرجاوش تي مش صاحبة حبيبتي دي مصلح جي تلاتة لو في غيرة يعني انتي نكحة فغيرانة متجاوزة راجل لزيز بيحبك غيرانة مخلفة وهي ما خلفتش غيرانة بتعملي شوپنج او بتنزلي تتسوقي وبتشتري حاجات وهي لا غيرانة وده بقى يبين في ايه في التعليقات ها انا مش عارفة اه والله انتي بتقولي على جوز الدراج الكويس ازاي وهو يا زب الله انا لو جال انا متجاوزوش ها متجاوزوش عالك مش مقدبين مش متربيين تي لازم تربيهم احساب من كده على فكرة يا سعاد هيا ماما لقى الناس تتكلم علينا كده ها بتعملي شوپنج كتير قوي بعدين تزوقك في اللبس يعني ها مش صعبة ده عمر اربعة ودي بتحصل بنات كتير قوي انتي تحكي لها على مشكلتك معا حد تقعد تسخم فيكي باوي تقولك لا 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 ما قرابه ايه ده ها وحشة قوي البنت دي جوزك جوزك ده يا خاربي ما انا قلتلك من الاول ما تتجاوزيهوش مش انا يا سهر اقولتلك من الاول ما تتجاوزوش بتجاوزتي امبسطتي سبيله البيت سبيله البيت خليه يغبط دماغه في الحيط اه 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 مامتك مامتك دي ست ليه بتتحكم فيكي ايه 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 اتي مش بني ادم يعني هي تتحكم فيكي لا اعترض يا رفك بيسميلها البيت ويمشي تعالي قادي عندي ومين وما بتحاولش تسلح يعني ما بتحاولش تروح لتقول لمامتك اه طانت بنتك بتحبك وانتي بتحبيها بس احنا عايزين نقرب وجهات النظر بتحاول تقطع كل العلاقات ها كل العلاقات او تسخنك على كل البني ادمين دي مش صعبة اللي بعده تهدمك معانويا او تهز ثقتك في نفسك اه ودي بتبقى اه انتي ما تقدريش انا عايزة اروح اقدم في السي بي سي عشان اشتغل موزيع انتي ما ينفعش تبقي موزيع انا عايزة اروح اقدم كمخرجة انتي ما تقدريش تبقي مخرجة انا بفكر اروح اقابل استاذة فلان فلانية حتقابلك على ايه اه فلان عايزة يجي يتجوزني عايزة تجوزك انتي واخد بالك انتي دي مش هينفع انتي ما صحبتك انتي اه الصحبة اللي بتحكي كل حاجة وحشة وما بتحكيش اي حاجة حالي سكتت انا الراجل وعزقني والعيال وتعبني امي تخنقت معاها وغفلوسي وفلست وهمتحر وحيحجزوا علي والدرايب تيجي بقى تتجوزت وتخطب تحب تشتري عربية جديدة تشتري شقة تحويش لها شوية فلوس في البنك ايه حديك ما تعرفيش حاجة لي عشان حديك الهم بس ها روشك الهم بس مين الا بعدو اه ما عندهاش شكرة هتوخد هي ممكن تاخد منك وقتك ما يكون عندها مشكلة تنزدك في نصاص الليالي عندها مصيبة تجيلك هي تيجي تستلف منك عربيتك تيجي تقولها عربيتك تقولك لأ تيجي تسلي فيها فروس تقولك انتي تسلي فيها فروس تيجي تقولك تديني فروس تقولك لأ ساعات ها دي ما ينفعش تبقى صاحبة عمر دي مهمة جدا البنت او الست اللي تأثيرها عليكي سلبي يا درجة ان هي بتشدك لتحت بتشدك لتحت طول الوقت سحابة الصاحب سحاب سحابة تسحبك لتحت تشدك لتحت ما تكلملكيش حد عشان تجيبلك شغلانة ما تشجعكيش ان اكتخدي دورة تدريبية ما تشجعكيش ان انتي حياتك تبقى احسن تبقى احلى تنزلي تصلي تخرجي تعملي حاجات في حياتك لدنيتك والاخرتك تتقربي الى الناس اللي تحبك وتتقربي الى الله سحابة طاقة سلبية شكركم واخيرا اللي بتلعب على مشاعرك طول الوقت تلعب على مشاعرك انتي ما بتحبنيش انتي ما بتكلميش زي ما بكلمك انتي انتي بتحبيني معاك كده ليه انا بحبك اكتر انتي بتروح تتكلمينوها اكتر ما بيكلميني انتي مش عفقي تفضل ايه تحسسك طول الوقت ان انتي شخص مزنب اللي بعده الانانية واخر واحدة اللي انتي معايا ما بتفيش على طبيعتك لازم تمثلي عشان اما ما مثلتيش هتسمعي الكلام مش لطيف ايه ده انتي ما خستيش ايه ده انتي تخنينة ايه ده انتي بتكلميني كده ليه ايه اللي انتي لابسي ده انا كصاحبة لازم انصح وساعات لازم اتدخل وامنعك عن الخطأ او الغلط او الخطر في وقت اللزوم لان انا صاحبتك علشان انقذك صاحبتك علشان لازم اقف دهرك اقدر اوجيك وادر اتدخل في حياتك وادر امنعك عن اي حاجة غلط بس بالاصول بالادب باليدوء يا مام غير كده الاقي يا حبيب اشتركوا في القناة